تحطم طائرة على متنها 62 شخصا لقوا مصرعهم جميعا وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام دولية بأن طائرة مدنية كانت تقوم برحلة داخلية سقطت شمال غرب ولاية صوب بولو في البرازيل وعلى متنها 62 شخصا لقوا مصرعهم في الحادثة وأكد جهاز الإطفاء وشركة الطيران أن الطائرة كانت متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا إلى ماطر جوارولوس دولي في ساو بولو قبل أن تتحطم في بلدة فينهيدو وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تسقط بسرعة كبيرة وأظهرت مشاهد أخرى عمودا طويلا من الدخان يتصاعد فوق ما بدأ أنه منطقة سكنية موسيقى موسيقى موسيقى